طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولية والمنظمات الدولية المختصة وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بضرورة توفير الحماية للمواقع الأثرية والدينية الفلسطينية من سطو الاحتلال وجريمة تغيير معالمها وتزورها كما أدانت الوزارة الفلسطينية استيلاء الاحتلال على المئات من المواقع الأثرية الفلسطينية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بهدف تبرير رواية الاحتلال الإسرائيلي وشرعانيتها من خلال فرض حقائق جديدة على الأرض وتغيير معالم تلك المواقع بما يخدم في النهاية التوسع الاستيطاني على حساب أرض فلسطين